بلد فريد من نوعه يتمتع بطبيعة جميلة وثقافة خاصة يعيش هناك أناس بارعون يبتكرون أشياء غير عادية لا يمكن إيجادها في أي جزء آخر من العالم سنرى اليوم 15 شيئا رائعا من اليابان والتي أعتقد أنها يجب أن تكون في جميع دول العالم أولا في اليابان يتم تعليق خراطم الوقود من الأعلى وهذا يعرقل الوصول إلى الخرطم بسهولة ثانيا آلات البيع اليابانيون يقدرون وقتهم ربما لهذا السبب قاموا بصناعة آلات البيع التي لا تقتصر فقط على بيع البطاطس المقلية والشوكولاتة ولكنها توفر أيضا البطاطا المقلية الفرنسية والبيض المسلوق وأغذية الحيوانات الأليفة والمعكرونا ثالثا مواقف السيارات المدمجة يعيش في اليابان حوالي 127 مليون شخص وبالتالي فإن توفير المساحة يعتبر المهمة الرقم واحد في هذا البلد على سبيل المثال بجانب محلات السوبرماركت الكبيرة يمكنك العثور على مواقف السيارات هذه التي تبدو مريحة وعملية رابعا علب المشروبات للمكفوفين يحتاج الأشخاص المكفوفون أيضا إلى معرفة محتوى كل علبة لذلك فكر اليابانيون باختراعها في هذا البلد لن تجد علبة ألومنيوم واحدة بدون نصوص للمكفوفين خامسا الكرسي التي تحمل حقيبتك كما كنت تحلم دائما فكلما قمت بتعليق كيس على ظهر كرسي يقع في كل مرة وهذا أمر مزعج للغاية في اليابان قاموا بحل هذه المشكلة لأنهم بكل بساطة اخترعوا كرسية بفتحة على الظهر والآن قل للأكياس أن تسقط سادسا قطار بحوض للأقدام لن تجد أي شيء ممثل لهذا في أي دولة أخرى لحسن الحظ في اليابان يمكنك شراء تذكر القطار الكهربائي الذي يضم حوض استحمام ساخن للقدمين للاسترخاء والتخلص من التوتر سابعا يهدون المناديل الورقية في الشارع بالمجان إذا أصبت بالزكام في اليابان يقدمون لك المناديل الورقية بالمجان ويتمنون لك الشفاء العاجل ثامنا حمامات متعددة الوظائف الحمامات في اليابان أكثر وظيفية هذه الحمامات تتوفر على كل شيء فهي تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتتضمن كذلك خيار التدفية الشيء الوحيد الذي ينقصها هو تحضير الطعام ولكن بما أننا نعلم كيف هم اليابانيون بالتأكيد سيضيفون هذا الخيار في المستقبل تاسعاً مفرقع لإزالة التوتر يعمل اليابانيون كثيراً والعمل الكثير يؤدي إلى الإجهاد فما هي أفضل طريقة لتخفيف هذه المشكلة؟ البلاستيك الفقاعي لقد تم اختراع بلاستيك فقاعي لا نهائي على شكل علاقة للمفاتيح لتساعدك على التخلص من التوتر عاشراً أبواب أوتوماتيكية لسيارات الأجرة دليل آخر على أن اليابانيين يحبون كل شيء أوتوماتيكي معظم سيارات الأجرة تتوفر على أبواب أوتوماتيكية بفضلها لن يقول لك أحد إطلاقاً من فضلك لا تغرق الباب بقوة إذا كنت تحلم بغرفة مريحة حيث يمكنك أن تنام بشكل جيد فهناك كبسولات خاصة في اليابان يتجه إليها الأشخاص لينعموا بالراحة بشكل جيد وهي أفضل طريقة للتخلص بشكل مؤقت من جيرانهم المزعجين في اليابان هناك العديد من الطرق السريعة التي تمكنك من الاستماع إلى الموسيقى الممتعة وأنت تقود فخلال رحلة طويلة هذا ما تحتاجه لتتسلى قليلاً ثلاثة عشر مقاهي القطط القطط تعني الراحة والحنهن واليابانيون يعرفون ذلك لهذا السبب هناك عشرات المقاهي التي تتميز بوجود العديد من القطط عند دخولك إليها سيبدو كأنك انتقلت إلى جنة الفرو لن ترغب في تركها أبداً أربعة عشر طاولة بالنظام التدفئة لو تمكننا من الحصول على هذه الطاولة لن نغادرها أبداً طاولة تدعى كوتساتسو وتحتوي على غطاء يتضمن نظاماً للتدفئة تم اخترعه في القرن الرابع عشر الميلادي ومع ذلك من المستحيل العثور عليه في بقية العالم وأخيراً نظام الإشعارات يتم تثبت مكبرات الصوت الخاصة في جمع أنحاء البلاد للإعلام بالحالات الخطرة مثل الزلازل أو فيضانات التسونامي عندما يعم الهدوء تطلق موسيقى هادئة وفي النصف الثامنة اليوم يتم تحذير الأطفال من أن الوقت قد حان للعودة إلى المنزل إن أجبه ترجمة نانسي قنقر